قبل الخوض في هذه التفاصيل نسمع حديث وزير الرياضة الإيطالية أندريا أبودي في حديث خاص لقناة الوسط ماذا قال أعزاء اللاعبين والمدربين والإداريين أصدقاؤنا الأعزاء من ليبيا إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في إيطاليا وفي ملعبنا تيرامو وأفالينو ولكويلة المقامة فيها مباريات نهيئات الدور الليبي لكرة القدم في هذا الحدث أشكر السفرتين الإيطالية والليبية على التعاون المشترك بينهما وكذلك الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة الدور الإيطالي سيريا A وجمعية الحكام الإيطالية على دعمهم الفنية الثمين من أجل وضع هذه المنافسات في أفضل ظروف للعب وعطاء أفضل ما لديهم في هذه اللقاءات بالإضافة لشركات الانتاج وما يحتاجه النقل التلفزي الخاص بهذه المسابقة أنا سأكون حاضرا روحيا بقلبي ومتابعا لكل مباراة في هذه المرحلة الأخيرة من البطولة وأتمنى في كل مباراة أن يتم احترام القيم الأخلاقية للرياضة حظا موفقا للجميع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر